الجنسية الروسية والجنسية الأوكرانية ليست من الجنسيات التي لها أتبار وثقل وجوازها مصنف ضمن الجوازات الضعيفة وين كانت روسيا دولة عظمى لكن عملتها ضعيفة ولغتها ضعيفة إن شرف العالم والجنسية أصلا ضعيفة ليست على أي حال لاحظ أخي هناك فرق بين أوكراني مسلم يقاتل كما ذكرت عن المفتن الذي خلع العمامة ولبس العسكري وبين أن مسلم يأتي من بلد آخر ويستقدم أصلا ما حكم قتال المسلم بين كافر وكافر بتأيدي أحد الكافرين على الآخر هذه مسألة فقهية الأصل فيها عدم الجواز لكن هناك حالات يمكن أن يقاتل فيها مثلا إذا كان من أهل ذلك البلد وكان قد وعد بأن يحصل على أمور لمصلحة قومه المسلمين في ذلك البلد إما دفع أذى عنهم أو لاستحصال مصلحة يجوز ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر